لقي شاب يبلغ من العمر 20 عاماً مصرعه وأصيب آخران بجروح في حادث دهس على شارع الستة بالقرب من مفرق دينئيل باتجاه الشمال في منطقة الليد فيما هرب سائق السيارة من المكان وافد الناطق بلسان نجمة داود الحمران مركز الاستعلامات أن الطاقم الطبي نقل المصابين بسيارة الإسعاف إلى المشفى لاستكمال العلاج فيما وصفت إصابتهما بالمتوسطة هذا وفتحت الشرطة ملفاً للتحقيق في ملابسات الحادث وباشرة البحث عن السيارة المشتبه بها ويستدل من معطيات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد أن 59 شخصاً لقوا مصرعهم في حوادث الدهس منذ مطلع العام الجاري